السلام عليكم متابعيني العزاء وأهلا بكم بهذا الفيديو بعدما رجعت لأي 34 إلى 24 بهذا الفيديو إن شاء رح يكون حديثي عن هذا الجهاز حديثنا رح يكون عن هذا الجهاز السامسونغ A54 ما رح أتكلم بكل التفاصيل لأن أغلبا رح تكون منكرر عن الأي 34 ولكن فقط رح أتكلم عن الأشياء اللي فعلا يعني تسوأ أنه واحد يتكلم عنها بهذا الجهاز فخليكم وياي وأكيد إن شاء الله بالنهاية هتعرف إذا كان جازي فيدك أو لا فخليكم وياي أهلا بكم مرة ثانية أول موضوع رح أتكلم عنه اللي هو التصميم الخارجي والشكل كل إيجابيات ما عادة شغلة وحدة أنه حولوا الظهر هنا من بلاستيك مطفي إلى زجاج الزجاج مثل ما تشوفون البصمات يعني واضحة على بعد كيلومتر فمظهر حلو ولكن بنفس الوقت ما يعتبر أمين ممكن يكسر عندك بأي وقعة رغم أنه محمي بطبقة حمام غورلة غلاس فايف ولكن يعني حتى مع هذا وأيضا البصمات مشكلة كبيرة هنا ولكن الأحلى واللي هي أكيد كانت منتظرة جدا بفئة الأي أنه تجي التصميم اللي هو التصميم الحديث اللي يجي مع البنش هول أو الكاميرا الأمامية تكون منفصلة عن الجسم تكون لوحدها الـ A34 و A24 كله يجي واتر دروب يعني تجي منتصلة منطية صراحة مظهر أبد ما حلو هنا الحواف متناسقة والشكل بصراحة كلش حلو بالنسبة للشاشة ما رح أتكلم عنه هواي شاشة سامسوك معروفة جدا الـ A24-A34-A34-A54 كل شاشاتهم تعتبر الأفضل بفيتهم السعرية هنا عندك شاشة 6.4 سوبر أموليد Full HD Plus 120 هرتز تدعم الـ HDR10 Plus عليه طبقة حماية Gorilla Glass 5 وأيضا معدل سطو عصر لألف نيتس وأكثر يعني بالمختصر ما به هاي عب نهائيا فأنتقل الأشياء اللي بعدها واللي هو الأداء والرام والذاكرة هنا الرام الموجود هنا بهذا الجهاز هو 8 جيكا بايت والذاكرة 256 جيكا بايت المعاجزة المستخدمين منها هو والأكسينوس 1380 بمعمارية 6 نانومتر بالوقت الحالي أشوفه هو نسمة تخوفين معالجات أكسينوس بالتحديد لما نقول الأكسينوس مباشرة أول شي يجيب باله الحرارة الأداء الموزين وإلى آخره هذا المعالج الموجود هنا بالاستخدام الطبيعي أي مشكلة ما واجهت به حرفيا أداء ممتاز جدا ولكن بالتحديد بتجربة الألعاب فالمعالج هنا كان بحرارة شوية ولكن حتى أوضح شغلة نحن بالوقت الحالي فيصل صيف نتكلم عن دول العربية وبالعلاقة تحديدا فصل الصيف يكون حار جدا فإذا كان درجة الحرارة الموجود بها أنت بالظروف الموجود بها وبالمكان الموجود بها أنت درجة الحرارة تعتبر فوق المعقول يعني نتكلم عن فوق الأربعين درجة مئوية فشي طبيعي هذا الجهاز أو أي جهاز موبايل ثاني يعني حتى جهاز الآيفون مرات يجمر حرفيا أنه يفصل يقولك درجة الحرارة المستفعة فالموضوع طبيعي أن ترتفع درجة الحرارة ولكن لما تكون موجود داخل البيت والمكيف مشتغل وتلعب بيه مثلا اللعاب وتلاقي فلا أنه جازي عن كنسخن حرارة مرتفعة هنا هذا الشيء رح يكون موجود ولكن هل هذا الشيء كان إلا تأثير على الأداء؟ بصراحة لا الأداء كان طبيعي ومستقر جدا الفرايمات مستقرة اللعب كله مستقر ما عندك أي مشكلة ولكن حرارة موجودة أو لا؟ نعم موجودة ولكن أنا متأكد من هذا الموضوع أنه هنا سأستنون بالتعليقات أنه جازي ارتفع بدرجة الحرارة؟ نعم بيرتفع بدرجة الحرارة ولكن هل بيتأثير على الأداء؟ نهائيا ما بيأي تأثير وطبعا بكل تأكيد أنا بهاي الحلقة قاعد أتكلم عن تجرؤتي الشخصية وعن الشيء اللي شفت من هذا الجهاز أما بالنسبة للثلاث كاميرات الموجودة بهذا الجهاز فعدنا كاميرا ساسية بدقة 50 ميجابيكسل بها مثبت بصري OIS كاميرا الثانية ألترا وايت 12 ميجابيكسل وكاميرا الثالثة للماكرو 5 ميجابيكسل أداء الكاميرات أداء الكاميرات بالA34 كان جيد هنا هذا الجهاز ما يختلف أي شيء عن الA34 أداء ممتاز فعلا ولكن بصراحة أكو شغلة يعني كنت أتمنى أنه أشوفه موجودة هنا وأشوفه السلبية بصراحة وبما أنه هذا الجهاز صار به تخفيص كان 350 صار 300 حاليا 300 دولار فبصراحة كنت أتمنى أنه أشوف عدسة تليفوتو أو مو تليفوتو على أقل بأنه يكون عندك الإمكانية أنه الزوم 2x بصري هذا الشيء هنا ما رح يكون موجود يعني بالتحديد يتكلم عن صور البورتريت أو الصور الشخصية بالمسمى الموجود بهذا الجهاز رح يكون عنده خيار واحد تأخذه واللي هو الوان اكس الزعوية الاعتيادية الأساسية ما عندك الإمكانية بأن الزوم وبصراحة يعني فعليا كنت أتمنى أنه يشوفه موجود مع هذا الجهاز أيضا ولكن خلاف عن هذا الكاميرا تعتبر جدا ممتازة أداءها بالظروف الاعتيادية وبظروف الإضاءة المنخفضة أيضا أداءها جدا ممتاز وتعتبر جدا مناسبة بالنسبة لهذا السعر وأما بالنسبة البطارية الخاصة بالأي 54 عندك هنا بطارية كحال باقي السلسلة 5000 ملي آب وتدعم الشاحن السعر بقوة 25 واط كالعادة الشاحن ما رح يكون موجود بالعلبة وهذا طبعا رح يكون عيب بالنسبة لهذا الجهاز لما انقرنا مع باقي الأجهزة اللي تجد نفس الفئة السعرية أغلب أو 90% من عدم يجوم مع الشاحن موجود بالعلبة أداء البطارية أداء جيد استخدام يوم كامل ما رح تواجه أي مشاكل استخدام متواصل من 7 إلى 8 ساعات رح يقدم لك هذا الجهاز كاستخدام متواصل وهي أيضا تعتبر مدة جيدة جدا أشياء أخرى أيضا موجودة بهذا الجهاز وتعتبر ممتازة جدا بصراحة الشغلة الأولى أنه به مقامة ماء وغبار رسمية واللي هي الـ IP67 يعني معيان رسمي مو فقط لمقامة قطرات الماء أو رشات الماء البسيطة لا وإنما فعلا نمقاوم ماء بشكل كامل ولكن لوقت محدد 30 دقيقة مو أكثر ولكن كشغلة موجودة بهذا الجهاز فهو فعلا يتميز به عن أي هاتف موجود بهذا الفئة السعرية وتعتبر نقطة خاصة به والشغلة الثانية واللي هي الستيريو سبيكر عندك هنا الصوت يكون مزدوج من الأسفل والسماعة الثانية نفسه سماعة المكالمات تجربة الصوت بصراحة خرافية يقدم هذا الجهاز وإذن تعتبر شي محترم جدا يعني من كل النواحي الصوت هنا يعتبر تجربته ممتازة وآخر شغلة بصراحة هي ما مميزة وأشوف أنه هي مسلبية وإنما عادية جدا أداءها ما مبهر واللي هي البصمة أداءها بكل هواتف الفئة الآية تجي مع بصمة موجودة بالشاشة ما رح يكون أفضل شي وأسرع شي أكو واعجة بنفس الفئة وحتى أقل تجي بصمة أسرع فالموضوع صار معتاد عليه مقبل المستخدمين هواتف الفئة الآية ما تقدم أسرع بصمة من ناحة الموجودة بالشاشة بالنهاية بعد تجربة سبع تيام لهذا الجهاز هل هو يستعق سعر 300 دولار بصراحة بالوقت الحالي هذا الجهاز بعد أن تمتق فيه سعر 300 دولار ممكن أفضل صفقة ممكن تحصلها بهذا السعر من ناحة الشاشة رهيب جدا البطارية أداءها جيد وتمشي يوم كامل من ناحة التصميم بس موضوع البصمات هذا صراحة مزعج فاخليه كفر أول ما تاخذه وأيضا شغلة مو زينة أنه من ناحة الشاحن موجود بالعلبة هايضا شغلة مو حلوة ولكن مع كل هذا برايشوف أنه يعتبر خيار ممتاز وأكيد أنصح جدا بشراءة بالوقت الحالي مع السعر الجديد اللي صار هذا الجهاز واللي هو 440 ألف دولار عراقي بالنهاية أكيد إذا كاعتكم أكيد أي سؤال اكتبوا ليها بالتعليقات وإن شاء الله أكيد أجاوب على الكل وأكيد أنا محمد وأشوفكم فيديو الجاي